أكد رئيس مجلس الوزراء رفض مصر لأي سياسة عقاب جماعية تمارس ضد سكان قطاع غزة كما أشار مدبولي إلى أن مصر تتحرك منذ لحظة الأولى على كل المستويات بدءا من القيادة السياسية لحل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة مصر بتتحرك على كل المستويات بدءا من القيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أجهزة الدولة بتشتغل على كيف نحلحل ونحل هذه الأزمة الإنسانية الغير مسبوقة بيتعرض لها النهاردة سكان القطاع الأبرياء من حجم ضمار كبير وحجم ضحايا كبيرة وإحنا زي ما بنقول إحنا هدفنا كله أن نتعامل مع الأزمة الإنسانية وعشان كده يمكن أنا بنتهز الفرصة أن أوجه الشكر لكل قيادات المجتمع المدني سواء داخل مصر أو خارج مصر ولكل الحكومات اللي كانت من أول لحظة حريصة أنها تقدم مساعدات لأهل غزة يعني إحنا يمكن على المستوى المحلي الحقيقة كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الهلال الأحمر حياة كريمة جمعية أبناء سيناء كل مؤسسات المجتمع المصري اللي بتشارك وبتقدم قوافل كبيرة جدا هدفها كله أن احنا نساعد في حل الأزمة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة اشتركوا في القناة